لما ابنك او بنتك يقولولك ايه انت لأ دي خصوصياتي انا من حق يشارع ان انا بص عليه ان انا مالوش خصوصية طول ما انا بربيه ان انا بص على الكلام مالوش خصوصية طول ما انا بربيه الا عورته لا انظر ايه اصلا كنت تتكلم على الابن وعلى الرجل اللي بيحاول ينقذ ابنه طبعا ينقذ مين طالع على كل حركات فأشارع عن حكاية الخصوصية دي بشارع لا وان فيش حسمها خصوصية هنا ما دمت بربيه فندي مقرب رحمه ما كما ربياني يا ربيني فيعرف كل الهباب اللي انا بهببه وما خفي يا ربنا يستر علي وعلي فيك لا لا قال بصت ايه حدث من الرجل دي بقى يا فاقه وما يخلص تعليمه ويشتغل لان هو نفقته في رقابتي حتى لو خلص تعليمه ما اشتغلش انا اللي هنفق عليه فانا سيدة زوجتي مع يعني متعودة مع ولادنا انها بتدخل كل فترة تعمل شيشني كده طبعا طبعا وده مش معناها مش هك فيهم ولكن حب والعيال يمبغل لا لو بصوا دي متابعة واطمئنان واش اي طبعا عجبكو عجبكو مش عجبكو نقف وصحيح وصحيح لا انا عايز اقول لحظك الاصل 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 في النت والهت والشيت والفيسة والتويتر والتغريدة والبغريدة تحقيق منافع اي حاجة تانية تبقى حرارة ممكن احكي لك حدود تطريفا استاذنا الدكتور سعد عرفة لسا عيشه بتابعنا وبشوفني وحييتها دلوقتي كان مشرف علي وانا في المليستير في اوائل التمانين يعني كويس وهو ربنا ادلو الصحة كان بيسكن في زفتة وكان ما قرر علي اروح لكل سابت تمانية الصبح زفتة ما كانش فيه تليفون ارضي عنده ولا كان الموبايل نزل مصر ولا لابتوب ولا اي حاجة انهائي في كنت انا اصعى من الفجرة اصلي واطلع لحمة حلمي اخد البجوه وروح زفتة واخد حنطور من زفتة لغاية شريع العباسي اللي هو كان ساكن فيه واطلع الدول الرابع وما لاقيهوش سامعني اوه ربنا ادلو الصحة فاجل اجي اعتني حنطور لغاية الموقف ولموقف لحمة حلمي فلوس ويمرح وجهد ترى لو كان هذا معايا خلصت وكتور تقول تالوي فاندم اجي بكرة وقال لا يا مبروك انا مش فاضي او هو وهو صاحب خلق محترم جدا كان قال يابني ما تجيش بكرة عنده ظرفه حاصل مجيش يابني ما تجيش بكرة كان وفر علينا ايه فاندم تايم ماني وحاجاته ده الاصل الاصيل اللي عملوه يا أستاذ شريف حققوا به كده احنا خدناه بقى هو تعامل علشان تحافظ على علاقاتك طيب مش علشان تضمر علاقاتك تضمر الله يفتع عليك تتواصل انت يا فاندم بتسعى الى القطيع يعني دي حاجة خطيرة جدا